السلام عليكم ما حقيقة صورة الدائري الغارق في الظلام بمصر تقوم الحكومة المصريات بقطع الكهرباء بالانتظام منذ عام لكن مع زيادة فترة الانقطاع في ظل موجات متتالية من الحر الشديد ارتفعت وطيرة الانتقادات المواجهات للسلطات خصوصا ان سياسة ترشيد استهلاك الطاقة ادت الى تخفيف قنارة الطرق في هذا الاطار ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تنزع مناشروها انها للطريق الدائري المحيط بالقاهرة وهو غارق في الظلام تضييه مصابح السيارات فقط ويظهر في الصورة طريق سريع لان لا يغرق في الظلام واتنر بعضا من اجزائه مصابح السيارات وجاء في التعليق المرافق له الاحادي الثلاثين من يونيو الفين واربع وعشرين الطريق الدائري طريق سريع يحيط بالقاهرة ويربط بين محافظاتها الكبرى وجاء في التعليق المرافق له الاحادي الثلاثين من يونيو الفين واربع وعشرين الطريق الدائري طريق سريع يحيط بالقاهرة ويربط بين محافظاتها الكبرى انقطاع الكهرباء يشعل الغضب في مصر حظيت هذه الصورة بآلاف المشاركات من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مع ارتفاع وتيرة لانتقادات المواجهات للسلطات المصريات في ظل استفحار أزمة انقطاع الكهرباء ومنذ سنة تقوم الحكومة المصريات بقطع الكهرباء وكانت فترات الانقطاع في البداية تصل إلى ساعة واحدة وأحيانا أقل لكن مع زيادة الفترة في ظل موجات متتالية من الحر الشديد ارتفعت وتيرة لانتقادات المواجهات للحكومة المصرية وفي القاهرة حيث رأوحت درجات الحرارة عموما ما بين 40 و45 مئوية في ظل خلال الأسابيع الأخيرة تنقطع الكهرباء في مواعيد غير منتظمة وغير معلمه سلفا وهذا الأسبوع انقطع التيار في بعض إحياء القاهرة عند منتصف الليل أضافه إلى لانقطاع المعتاد نهارا مما أدى إلى تزايد التممل وفي إطار تنشيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة خفضت إرشيف السلطات الإنارات على شبكة الطرق ومنها الطريق الدائري مدفع بالمواطنين لرفع شكاوي من صعوبة القيادة وخطورتها وفي إطار الإجراءات للحد من انقطاع التيار الكهربائي أعلن رئيس الوزراء المصرية مصطفى مدبولي الخميس إن بلاده تعقدت على جميع شحنات الوقود التي تكفي لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل صيف من يوليو حتى سبتمبر وبالعودة للصورة المتدولة لظلامي يخيم على طريق سريع فإنها قديمة وملتقطه في الإسكندرية وأظهر التفتيش عنها عبر محاركات البحث أنها منشوره خلال السنوات الماضية ونسبت إلى أكثر من دولة شهدت انقطاعات في التيار الكهربائي مثل لبنان وليبيا واليمن وتعود أقدم نسخة منها إلى عام 2012 وفي إحدى هذه النسخ المنشورة تبدو علامة باسم المصور أسلام عثمان على ضوء ذلك يرشد التعمق بالبحث إلى النسخة الأصلية من الصورة منشورة في صفحة المصور على موقع فيسبوك في الأول من أغسطس 2012 أثر ذلك أكاد المصور عثمان أنه هو من التقطة هذه الصورة وقال لصحفي خدمة تقصي صحة الإخبار في وكالة فرانس برس التقطت هذه الصورة عام 2012 في محافظة الإسكندرية وتحديدا في منطقه محمد نجيب على البحر حيث كنت أسكن آنذاك وفي تلك الفترة شهدت مصر انقطاع للكهرباء استمر لفترات طويلة وأدى إلى تعطيل شبكة متروي القاهرة وعزت السلطات انقطاع الكهرباء آنذاك بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي يؤدي إلى استخدام كثيف لمكفات الهواء يتجاوز قدرات محطات الكهرباء وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم